اشتركوا في القناة يا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وبنسمع كلامها علشان بتسهمنا كل يوم حكاية ويه بس مود حكاية حالا يا حبيبي هتسمعوها معايا مع بعض بنتعلم ونصحح معلومة من حكاية نبل فهم حاجة مش مفهومة كل يوم حكاية ويه بس مود حكاية حالا يا حبيبي هتسمعوها معايا مع بعض بنتعلم ونصحح معلومة من حكاية نبل فهم حاجة مش مفهومة الله بتاع الايس كريم جه انا هروح اشتري واحد فراولة خديني معاكي انا عايزة واحد باللمون اجيبلك معايا واحد بشوكولاتة اللي انت بتحبها يا سليم ماشي يا ليان شكرا ليكي حلوة اوي الايس كريم ده فعلا يا مرهم الرجل ده عنده احلى ايس كريم في الدنيا مش بتاكل ليه يا سليم الايس كريم هيسيح مش عارف حتى سناني بتوجاني اوي لمباكل او عشر حاجة ساعة يمكن سنانك حساسة؟ مش عارف حتى الصبح وانا بصحب لينصم باللبا مع الفضار ما كنتش قدر من السخنية اي حاجة سخنعة وساعة بتنجعني ايه رأيك نيناتي ميما تقول لنا ايه الحكاية؟ نيناتيها بس اعتقد سناني حساسة ميما يا ميما يا جنات السنان قولي الحقيقة وخلي الصح يبان عاملين ايه يا ولاد؟ يامي ايس كريم حد يجاب لي معاه؟ خدي بتاعي يا ميما انا كده كده مش عارف اكله ليه يا سليم مالك؟ ما احنا مش عارفين بيقول كلما بيأكل حاجة ساعة او صخنة بتوجعه مارين بتقول ان سنانه حساسة شوية هاهاها تقصده عنده حساسية في السنان عموما افتح بقك كده يا سليم خليني اشوف سنانك فيها حساسية ولا حاجة تانية ممم انت عندك سنة متأكلة وعصب مكشوف انت لازم تروح لدكتور محمد عصب مكشوف؟ يعني ايه؟ السنان دي بتبقى جواها في قلبها عصاب وعروق عشان السنان تتغزى عن طريق الدم فالعصب ده مكشوف فبيوجعه كل ما يكل عليه بلاش الدكتور ما يفعش تعلجي انت يا ميما؟ انت الآن ليه؟ ما تقلقش ايوة ودكتور محمد ده صديق ميما وشاطر جدا ما تقلقش انا هروح اقول لي ماما عشان نروح عند الدكتور ازايكم يا اولاد؟ ازايك يا دكتور سليم سنانه واجعة جدا مش عارف يأكل عليها حاجة اطلع يا أستاذ سليم مريني سنانك فيها ايه؟ ممم بتعندك التهاب في عصب السنة دي هتحتاج علاج عصب معقول يا دكتور الاطفال بيجي لهم التهاب عصب زينا ونعمل لهم علاج عصب وكده؟ ايوة عادي جدا لان كل سنة بتحتاج تغزة زي اي جزء في الجسم والغزة ده بيوصل عن طريق الدم اللي بيمشي في العصاب والعروق اللي بتربط السنة بعظام الفك فسليم حصل له تسوس في السنان وقده الى تآكل السنان والعصب اصبح ملتهب فهنعمل له علاج عصب ميما قالت نفس الكلام علشان ميما جنية شطرة جدا جدا كده تمام مش هتوجعك تاني يا أستاذ سليم السنة الوحشة دي واخصل سنانك كويس سنانك وحراسك لحياة سليمة وصحية حاضر يا دكتور باي باي يا دكتور شكرا لك باي باي يا أولاد وخلي بالكم الأسنان